السلام عليكم ازيكم يا شباب عاملين يا رب القنو بخير شركة هواوي اعلنت عن نسخة جديدة من هاتفها القابل للطي الهواوي بخمسين بوكت تحت اسم الهواوي بوكت اس هنتعرف طبعا على كل المواصفات في الفيديو ده والسعر بس في البداية طبعا قبل ما نبدأ ما نتنساش تدعم نشترك في القناة ولايك للفيديو من غير اي تأخير خلانا نبدأ ونشوف مواصفات الهواوي بوكت اس في البداية جهاز بيجيب وزن مية وتسعين جرام وبسمك سبعة فاصلة اتنين ميلي جهاز بيجيب شرحتين فور جي فقط جهاز بيجيب شاشة قولد بمقاس ستة فاصلة تسعة بوصة وبتردد مية وعشرين هرتز بيجيب لحد واحد مليار لون فولتش دي بلس بابعاد واحد وعشرين لتسعة وبكثافة بيكسلات ربعمية اتنين واربعين بيكسل في كل بوصة بستحوز على نسبة خمسة وتمانين واحد من عشرة في المية من وجهة جهاز الامامية شاشة ممتازة زوار رؤية والتشبع والالوان ممتازين وايضا فيه شاشة صغيرة بتيجي على ظهر الجهاز اسفل الكاميرا الخلفية بمقاس واحد فاصلة اربعة من مية بوصة ده طبعا تقدر تصفح من خلالها الاشعارات وتاخد صور سيلفي بالكاميرا الخلفية الجهاز بيجي بنظام هارموني او اس تلاتة ومعالج والكوم سناب درجون 778 جي المعالج ده بيجي بدقة تصنيع 6 نانو معالج اوكتا كور اربع انوية بتردد 2.4 جيجا هيرتز واربع انوية للمهم الخففة والمتوسطة بتردد 1.8 جيجا هيرتز ومعالج رسوميات الادرينو 642 ال معالج فاة متوسطة بيقدم اداء كويس جدا طبعا هواوي دعمت الجهاز بهذا المعالج عشان تخفض لك من سعر الجهاز جهاز بيجي بعدة خارات من الرام والتخزين نسخة 8 مع 128 ونسخة 8 مع 256 ونسخة 8 مع 512 جيجا الكاميرا الخلفية مزدوجة العلسة السية 40 ميجا بيكسل وفتحة علسة 1.8 زاوية تعريضة وبترعمل OIS او خاصية تثبيت الصورة البصري والكاميرا التانية التروية 13 ميجا بيكسل فتحة علسة 2.2 وزاوية 120 درجة كاميرا بتدعم وضع الHDR والبناراما وبتصار بيجيات 4K ب60 اطار و1080 ب60 اطار كاميرا السيلفي نقدر نقل 11 ميجا بيكسل او بالتحديد 10.7 ميجا بيكسل فتحة علسة 2.2 التروية زاوية عريضة وبتصار بيجيات 4K ب1080 ب60 اطار سماعات الجهاز مونو ليست استيريو ولا يدعم منفة 3.5 ميلة خاصة بسماعات الأزن واي فاي 6 وبلوتوس 5.2 وJPS مزدوج ودعم NFC بصمة الجهاز هنا موجودة على زرار الباور بصمة سريعة منتازة مع دعم الميزة فتحة القفل عن طريق الواجهة باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز 4000 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع 40 واط الشركة بتقول انها بتشحن من 0-52% في 20 دقيقة فقط الجهاز بيجي بعدة ألوان الأسود والزهبي والسيلفر والأخضر والبينك والأزرق سعر الجهاز بيبدأ من 820 دولار طبعا الجهاز بيعتبر من أرخص الهواتف القابلة للطي دا كانت استعراض سريع لجهاز الهواوي بوكت اس أتمنى في النهارة بيقول في الفيديو عجبكم لو عندك أي سؤال تسيبوا في قناة التعليقات في النهارة ما تنساش دائما نشترك في القناة ولايك للفيديو شوفك على خير الفيديو الجاي سلام